أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد نتمنى تكونوا بخير وبصحة شديدة ونتمنى يا ربي تكونوا رتحتوا واستعدتهم زيان بقول المدرسي وقناة تعلم مع آدم وإياد كنتمنى لكم عودة ميمونة إلى المدارس ويعترفكم كذلك هات سنة بكل ما هو جديد في حقل التربية والتعليم كل ما يتعلق بالدروس، التمارين، الفروض والتطبيقات التعليمية المفيدة لهم تصميم القناة وكل ما احتجيتو ممكن تكتبونا في التعليقات بالنسبة للسنة الدراسية كنتبدأ بالتقويم التشخيصي والتقويم التشخيصي اللي عن خدموك يتعلق مادة اللغة العربية للمستوى الخامس يعني التقويم التشخيصي في مادة اللغة العربية للمستوى الخامس رائز أو على شكل بدآف يعني التقويم التشخيصي على شكل بدآف أنا خلي لكم في صندوق الوصف أنا خدمت فيديو قبل على تلقى الجزء الأول وعن نكمل بقية المكونات وعن نشير مباشرة المكون الصرف والتحويل ونبدأوا بالسؤال الأول نحاول نعمل مراجعة لمستوى الرابع لدروس اللغة العربية باش نستعدهم زيان ومستوى الخامس لخذكم تعرفوا أن اللغة العربية أرى فيها الأساس يعني التشخيصي المرتابط بحال اللغة الفرنسية يعني خذ دائما يكون عندي لاباس الأساس باش نقدم كم من أمدوا بالسؤال الأول أصنف الكلمات التالية حسب نوعية إذا الكلمات كما قرأتوا كين فعل كين اسم كين حرف إذا الفعل إذا ما يكون فيه حركة ذهب دخل خرج الاسم شي حاجة يعني جامدة إذا مثلا عمشو طهارة طهارة فهي ماذا فهي اسم إذا عمشو اسم هنا في مكان اسم طهارة نعم عمشو بالنسبة إلى إذا إلى في من إلى آخره حرف جر إذا نكتبو إلى إلى حرف جر عمشو ينظف نظف فقم بفعل تنظيف إذا ما يكون عندنا قيم بفعل أو حركة إذا فهو فعل إذا ينظف فهو فعل مدارع نعم كتبو ينظف ينظف فهو فعل مدارع نعم شجرة شجرة كيما كتعرفوا ما فيه حركة تابتة في مكانها فهي اسم إذا نكتبو شجرة شج إذا ممكن شكلها لكم غير بصرف شجرة ضمتين نعم إذا عمشو بالنسبة من من حروف الجر إذا نكتبو من حرف جر من عمشو بالنسبة ملوة إذا ملوة فهو اسم إذا ملوة إذا ملوي ملوة نعم عمشو بالنسبة قلنا فعل يهدد قام بفعل التهديد إذا يهدد فهو ماذا؟ فهو فعل يهدد قام بفعل التهديد يهدد نعم ننتقل إلى السؤال الثاني وصنف الأفعال الثاني حسب زمن تصريفها بوضع علامة X في الخانة المناسبة في اللخة العربية كينا عندنا بالنسبة لأزمينة دي التصريف كين ثلاثة كين ماضي مضارع أمر ماضي يعني الفعل وقع في الماضي المضارع الفعل يقع الآن الأمر يعني أمرك بأدى فعل شيئا ما ما بشي بحل فرنسية فرنسية عنا present وعنا ok passé ماضي المضارع ولكن الفرنسية فعل في سيوك مستقبل عندي حاجة عادة فقا من البد مكينش في العربية إذا كما عمل أنا يا أبدا نعبر على المستقبل في العربية كان من سوف أفعل كده وكده إذا مشو بالنسبة لفعل سميع سميع إذا خذكم تعرفوا أن الماضي والأمر إذا بالنسبة للماضي كيكون مبني على الفتحة الأمر كيكون مبني على السكون والمضارع كيكون مرفوع بالضمة إذا غدر إعراب بش عرفوه إذا سميع فهو ماضي إذا نعمل علامة إكس في دخانة المناسبة إذا سميع ماضي يستعد هذه نخصنات ضعيف فهو مضارع اعتمد فهو ماضي اقرأ فعل أمر مبني على السكون نعم ننتقل إلى السؤال الموالي الثالث اعتمد في الأفعال الثالثة تالية عفواً حسب نوعها بوضع علامة إكس في الخانة المناسبة نشرح لكم هذا مزيان إذا حكنا متبقي عنهم إشكالية في هذا الدرس بالنسبة للفعل معتل والفعل السالي إذا الفعل المعتن ما هو؟ الفعل المعتن هو ما كانت أحد حروفي حفظها해도 تريقة ي وهو الثالثة والعكس الفعل معتن هو الفعل الصحيح والفعل الصحيح هو ما خيھت حرفه من حرف عِلّة اللي هي ي إذا فعل معتن هو ما كانت أحد حروفي حرف عِلّة إذن demander ما هو simple number 1 للمقدر أي حروف which tenían حروفу إذن صحيح فهم مضاعف لمكمل هو مضاعف و لمهموز ثم لا يوجد ك lett يوجد فحل السايم benefici صحيح المضاعف فهم مدة يعني الشدة أنه صحيح المهموز فهذا الحلاقة 3 وب balloon مفعل معتل يقولنا احد حروفي حروف علا نعطونا ثلاثة وما كانت تاني حروفي حروف علا والناقص ما كانت ثالث حروفي حروف علا وفي المفعل معتل يكون لفيف مفروق أو لفيف مقرون يكون فيهم جوج حروف علا المفروق يكونوا فرقين واحد في الأول واحد في الثالث مثلا في المقرون يكون مقاربين حروف علا متابعين إما الأول والثاني والثاني والثالث فاشفهموا بعض طريقة سهلة وما عزقاش عندكم إشكاني فهذا فعل معتل وفعل صحيح النعلى في حرف علا إذا فهو فعل معتل إذا عنجوا ثلاثة لأخرين هل هو مثال أم أجوب أم ناقصا ثاني حروفي حروف علا فهو ماذا فهو فعل كيف هو فهو إذا هنا ثاني حروفي حروف علا في الوسط إذا أجوب أجوب كتب ما فيه تحرف علا إذا هل هو سالم مضعف مهموز ما فيش تضعيف ما فيش آل ثمزة إذا فهو سالم وجد في حرف علا في الأول هي الواو إذا هل هو مثال أم أجوب أم ناقصا أول حروفي حروف علا فهو مثال نعم مدى مدى فيها تضعيف فأذا لا منفكر فهو مضعف دنا يدنو دنا ثالث حروفي حروف علا إذا مدم ثالث حروفي حروف علا فهو معتل إذا هو ناقص ثالث حروفي حروف علا أكل ألف هم زال فهو فعل مهموز نتمنى نكون يعني وسط لكم يعني المفهوم زيان إذا عم جودة منتقلوا السؤال الرابع نحول جملة الثانية حسب المطلوب إذا عندنا جملة فيها هذا مواطن صالح نحولها المفرد المؤنت إذا هذا اسم إشارة هذا اسم إشارة للمفرد المؤنت هو ماذا هو هذه إذا عمجل كتب هنا يا إذا نتبع معا يا إذا هذه هذه ماذا إذا نقول هذه هذه المواطنة خاصة ترجعتها يا مفرد المؤنت نقول مواطنة صالحة مواطنة مواطنة صالحة مواطنة كيف هي إذا عندنا صالحة صالحة إذا نسيت أنا يا ألف إذا صالحة 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 نعم إذا هذا بالنسبة تحوي إلى المفرد المؤنت عم شو تحويلها إلى المتنة المؤنت جوج بنات جوج مؤنت إذا بالنسبة هاتاني بالنسبة الإسم الإشارة كنخدموه هاتاني هاتاني إذا بالنسبة هاتاني إذا مواطنة تاني مواطنة تاني إذا عندنا مواطنة تاني صالحة تاني مواطنة تاني صالحة تاني إذا صالحة تاني إذا هنا بشبال لكم إذا هاتاني مواطنة تاني صالحة تاني صالحة ثاني إذن هنا عندنا شنو عندنا؟ عندنا عندنا آلف إذن صالحة ثاني إذن صالحة إذن هنا بالنسبة إذن هنا كما كسعر المتنى فويفع بالآلف ويجرأ بالياء إذن صالحة ثاني إذن ها ثاني مواطنة ثاني صالحة ثاني نعم هذا بالنسبة التحويل الثاني إذن بالنسبة للتحويل إلى الجمع المذكر إذن بالنسبة للجمع المذكر أشنو كنخدموه في اسم الإشارة كنخدموه إذن هؤلاء سواء المذكر أو المؤنت إذن نكتبوه هؤلاء إذن هؤلاء إذن هؤلاء إذن نكتبوه هؤلاء إذن بالنسبة مواطنون إذن الجمع إذن مواطنون مو إذن مواطنون إذن مواطنون إذن هؤلاء مواطنون بشبال يكون صالحون إذن هنا عندنا الجمع إذن هؤلاء مواطنون صالحون صالحون نعم إذن حولنا بالنسبة جميع شو مطلوب منا إذن ننتقل إلى السؤال الموالي السؤال الخامس أكمل جمال تالي حسب المطلوب خالد ومحمد هما إذن خالد ومحمد جوج إذن عندنا متنى كيف هو أهل ومذكر لأني عندي خالد ومحمد إذن نخدمه اسم موصول إسم موصول للمتنى المذكر كان خدمه اللدان إذن شنوع نقوله إذن خالد ومحمد هما اللدان إذن عنزل تكتب بهذه الطريقة هما اللدان إذن خالد ومحمد هما اللدان شارك في المصرحية التي تتحدث عن التلوت قام اسمois إسم إشارة دبا ماشي اسم وطول التلاميذ إذن التلاميذ عندنا جمع مذكر إذاً ما نخدمه؟ نخدمه هؤلاء إذاً هؤلاء تستعمل لإسم إشارة مذكر والمؤنس الجمع إذاً نكتبه هؤلاء إذاً هؤلاء إذاً نخدمه هنا هؤلاء يردوا البال إذاً هؤلاء التلاميذ قام هؤلاء التلاميذ بتنظيف ماذا؟ الحديقة الكبيرة وإذاً ما نطلبه إسم إشارة؟ الحديقة المفرد المؤنس إذاً ما نخدمه في المفرد المؤنس؟ هذه إذن قام التلاميد بتنظيف هذه الحديقة الكبيرة إذن ما نكتبه؟ هذه الحديقة الكبيرة إذن ما هذا بالنسبة؟ التلاميد المتميزون هم اسم موصول إذن التلاميد المتميزون فهو جمع مذكر إذن بالنسبة لجمع المذكر نخدمه اللافينة إذن نكتبهنا اللافينة الذين يحافظون على البيئة دائما نحاول نحتارم الحسب الأشياء عندي في السؤال نعم إذن عمشه ده بنسخل السؤال السادس إذن أكمل الجدول الثاني بما يناسب إذن عندنا الضامير المتصل والضامير المتصل الضامير المتصل والضامير لكي يكون مرتفط إما بفعل أو بإسم أما الضامير المتصل يكون بحل هذا كي يكون بحده يعني بحل أنا أنت أنت اللي شفتوا الضامير لها الغائب والمتكلم والمخاطب إلى آخره إذن الضامير المتصل عندنا هنا ينظفنا إذن الضامير المتصل بينه وهنا إذن عشوف ده بالضامير المتصل يمرتبط بالفعل هو النون إذن شنو كتسمة؟ إذن باش تبليكم عنعملكم كتسمة هذي نون النسوة إذن نون النسوة إذن نون النسوة وبين قوسين عنعملوه النون إذن باش يكون الجواب واضح إذن أنا عملت ساء إذن نون باش يكون الجواب واضح إذن شو الفعل الثاني؟ أنا بادرت أنا بين الضامير المتصل هو أنا إذن أنا وشنو الضامير اللي مرتبط للمتصل اللي مرتبط الفعل هو تو وإذن تو إيما نكسب تو ولكتسمة تاء الفاعل اللي هي تو تاء الفاعل نكتبه بكل بساطة اللي هي إذن ماذا تو؟ إذن بانا كنعملكم هذا بالديتايف باش كتكون مراجعة هاتكشي اللي عندكم اللي خدمت هو ذاك العام لأن تقريبا الخامس ربحان وبحرابة زيت غرش والقواعد اللغة العربية إذن أنتم تلويتونا بالنسبة للضامير المنفصل فهو أنتم إذن بالنسبة للضامير المنفصل أنتم ومشن هو الضامير اللي مرتبط بالفعل هو نون إذن هو عندنا الواو النون هذي تلويتونا فهي واو الجماعة إذن واو الجماعة نكتبه واو الجماعة واو الجماعة اللي هي الواو بين قوسين عن دور لنا واو الجماعة نحن سقينا في نوع الضامير المنفصل هو نحن نكتبه نحن إذن بالنسبة للضامير المتصل اللي مرتبط بالفعل هو نا إذن نا ماذا تسمى؟ تسمى نا المتكلمين ونكتبه إذن هنا نكتبه غير دا وممكن نكتبه ماذا؟ ضامير المتكلمين نعم سألنا السؤال السادس ننتقل إلى السؤال السابع وصنف الكلمات المغلظة أو المغلظة يعني اللي مضغوط عليها لأونغها حسب نوعيها تم أسمين ملأ الجدول إذن نحن نشوفوا بالنسبة أن إما اسم معرف أو اسم ناكرة إذن بالنسبة تلوث المياه إذن تلوث المياه إذن فهو معرف باش بالإضافة إذن شنو معرف بإضافك؟ يعني ونكرك يكون وراه وحد اسم معرف له هيكي أعطيت تعريف إذن هذا كي يسمى تلوث مضاف المياه مضاف إليه إذن بالنسبة تلوث فهو اسم معرفة الغازات السامة إذن الغازات فهي معرفة بألف فهو اسم كذلك معرفة قطعت أشجار في الغابة إذن أشجار إذن عندنا ضمتين فهو اسم نكرة إذن بالنسبة لنوع التعريف الأول كما قلنا معرف بالإضافة معرف بالإضافة معرف بالإضافة بالإضافة وبالنسبة للنوع الثاني للتعريف اللي عندنا في الغازات إذن هنا عندنا معرف بل معرف بل معرف بل نعم إذن وبالنسبة لنكرة لا نكتبوش لأننا معناش نوع التعريف إذن هنا أنا أضعه فقط علامة لهذه الطريقة لأننا معناش نوع التعريف إذن نكملنا باش نطوش عليكم نكملنا مكونات صرف والتحويل نكملو من بعد مكونات أخرى باش نستفدو أكتر نتمنى لكم تتكم شكراً وإلى اللقاء